موسيقى السلام عليكم ازايكم اخبار جديدة و اخبار مهمة جدا طالع منين طالع من السعودية طالع من روسيا امريكا اوروبا ايه اللي بيحصل في حاجة حصلت والحقيقة انا اكتر حاجة بيهتم بيها الكواليس انا بيهمليش قوي الخبر على قد معنى الخبر وتوقيته و اشارته كلام ده كله يفرق معاك و ايه اللي حصل عشان القرار ده يطلع ما تقعدش تسمع خبر من وكالة انباقه خلاص اهرف معناه ايه ده الاهم فالنهارده انا جايبلك تفاصيل مهمة جدا تفرق معاك في قراية مشهد مهم بتاع اوبك بلاس وقرار اوبك بلاس الاخير بتخفيض الانتاج ايه اللي حصل بسبده ومعنى القرار ده ايه بس قبل ما اخش في التفاصيل وقبل ما اقولك الحاجات اللي انا جايبها لك النهارده اللي هي تعتبر خطيرة نوعا ما خلينا اقولك ان احنا معانا راعي قوي جدا من اقوى الرعاية واكثر الرعاية احتراما في قناة سامري خليبا لك ده يعتبر موقع خدمي ده ما يعتبرش زي موقع وخلاص او راعي وخلاص انت بتتكلم فيه ناس كتير عندها حالات تستدعي انها ممكن تسافر برا ايجي اصلا دكتور يخبرك اللهي الحالة دي محتاجة تسافر برا حلو طب ايه رايةك لو انت كلمت دكتور برا مجر ما تسافر له اصلا ايه رايةك لو انت عرضت الحالة بتاعتك على الدكتور بتاع برا منجر ما تدفع مصاريف نقل او تسكار التهران او قاتلات او اي حاجة وتكلم الدكتور اللي برا ده وتستشيره وتعرض عليه الاشعاعات اللي معاك وتعرض عليه الرشيطات والتحليل كل ده وانت قعد في مكانك كونسلماد هو الحل لكل ده وخلي بالك انت بتكلم الدكتور اللي موجود بره فيديو كونفرنس او عن طريق الانترنت فبتوفر كتير جدا وبتاخد افضل خدمة طبية موجودة هسابلك الرابط بتاع كونسلماد لو حابب تبص عليه خش في الموضوع على طول خش في الموضوع على طول حقيقة من كام يوم جيت عملت حلقة ولتلك على فكرة والسريت جون من الوان كنت مسمي الحلقة دي خلاف القتل السعودية وروسيا مختلفين على قتل اوروبا ما كنت شايف ان عنوان كده يعني فيه ناس اعترضت على عنوان قالت لك ما ينفعش ان فوتن ينقلب على وليه العهد والقلقات زي فل وكان فيه تعليقات يعني قريتها كلها طبعا بس انا كنت شايف العنوان مناسب للموضوع ده كانت ساعتها صحيفة اسمها والسريت جونال كانت بتقول على فكرة فيه اشارات من روسيا ان روسيا مش عاجبها الكلام اللي طالع من السعودية وان وزير الطاقة السعودي صرح ان اوبيك بلاس ممكن تخفض الانتاج تاني يعني كان يبقى لك اوبيك بلاس بعد زيارة جو بايدن جت وقيت لك في سبتمبر حنعلي انتاج النفط 100 الف برميل يوميا وحننتج قرب 900 الف برميل في اليوم فرحية ان السعودية وزير الطاقة السعودي شقيق ولاي العادة السعودي محمد بن سلمان طالع صالح لغطر من جريدة وقال احتمال ان اوبيك بلاس تخفض انتاجها واجهنا في مجموعة اوبيك بلاس اوضاعا اكثر تحديا في الماضي وخرجنا منها اكثر قوة وتماسكا من اي وقت مضى لقد اصبحت المجموعة اكثر التزاما ومرونة كما ان لديها وسائل ضمن اطار آليات اعلان التعاون تمكنها من التعامل مع هذه التحديات وارشاد الاسواق وتشمل هذه الوسائل امكانية خفض الانتاج في اي وقت وبطرق مختلفة وهما اثبتته مجموعة اوبيك بلاس مرارا وبوضوح خلال عامي 2020 و2021 الراجل اول ما قالك كلمتين دول جالوا تأييد من اكثر من دولة شايفة الوضع وشايفة الاسعار وقالت والله احنا فعلا محتاجين نخفض الانتاج والسيجونل بتقولك لا روسيا اعتلت على حاجة زي كده وشايفة ان لو اوبيك بلاس خفضت الانتاج هتدي اشارة سلبية لأسواق اسيا ان في وفرة في المعروض فالنفط الروسي يفقد النفوذ بتاعه ليه اسواق اسيا تاخد نفط روسيا اللي هو مفروض عليه عقوبات وما تاخدش النفط اللي هو من دول تانية مش مفروض عليه عقوبات قوي يعني فده اللي كان طالع من ووستريت جولل الحقيقة ان جاءت رويترز بعديها بساعتين بالضبط نزلت تقرير نفس تقرير تالي فالتلك على فكرة الظاهر كده ان اوبيك بلاس هتعلن الابقاء على مستوى الانتاج لا هترفعه ولا تقلله هتبقي على المستوى الحالي ليه الظاهر كده ان روسيا معترضة فحيبقوا على مستوى الانتاج فتقرير رويترز تناصق مع ووستريت جولل الا ان في حاجة مهمة جدا ان يوم الاثنين جيه اوبيك بلاس اصدرت قرار بتخفيض الانتاج اتفق اعضاء اوبيك بلاس اليوم الاثنين على خفض اهداف انتاج التحالف النفطي بواقع 100 الف برميل يوميا ابتداء من شهر اكتوبر المقبل في خطوة تعد الاولى من نوعها منذ عام وساهم القرار في تحقيق اسعار الخام ارتفاعا فوريا نهز ثلاثة في المئة معمقا بذلك مصاعب الاوروبيين الذين ادخلهم تحدي شح موارد الطاقة في ركود يهدد افاق اقتصادهم هنا بقى يبقى انت قدام حاجة مهمة جدا هل التقريب تعوصي الجونل ده كاذب هم كانوا بيكذبوا مش فاهمين بيطخوا اخبار بس وصي الجونل ساعة بتقلش زي اي موقع يعني ممكن يقلش او ممكن يقولك معلومة تبقى غلط الكلام ده كله بس لو وصي الجونل بيقلش رويترز هتقلش هيا كمان يعني الاثنين مواقع كبيرة الاثنين حيجزبوا حاجة غريبة فحضرتك قدام احتمالين اول احتمال ان السعودية تغلبت على الاعتراض الروسي قدرت تقنع روسيا في النهاية ان لأ احنا نخفض الانتاج تاني حاجة ان روسيا حسبتها بشكل مختلف انها ممكن تقلل انتاج النفط ليه لان خلي بالك روسيا كانت بعد التكهنات اللي طلعت ان روسيا مش عادة تخفض الانتاج بطلع القرار ان روسيا تقطع الجاز عن اوروبا وقالت لك والله احنا مش قادرين نبعد جاز لاوروبا لان خط السيل الشمالي واحد في مشاكل تقنية والعقوبات بتنعنا من اصلاح المشاكل التقنية دي فمش حنقدر نبعد جاز هو طبعا المانيا طلعت قالت لك الكلام ده فارج وهم يقدروا يبعثوا جاز بس هم واخدين الموضوع سياسي روسيا عاوزة تعاقب اوروبا وتقطع لها الجاز أصلا عشان دول السبع الكبرى كانت قالت احنا ممكن نحط price caps او نحط سقف لأسعار النفط الروسية كلها نتفق كده مع بعض ان منشتريش النفط الروسي غير بسعر معين فالحيه ان ممكن تكون روسيا شافت الكلام ده وخلي بالك بالك بالكلام ده طالع من عندي ان ممكن تكون روسيا شافت الكلام ده فالتلك والله انا مع تخفض الانتاج ويلا نخفض الانتاج مثلا بس كده او كده انتوا قدام قرار بتخفض الانتاج القرار ده الموقع الوحيد اللي شرحه بمنطقة الاحترافية نيويورك تايمز وعلى فكرة الميديا الامريكية كلها بتعتمد عن مقالة ده شوفت ديه بيرجعه للمقالة دي برغم فيه مقالات تانية بتشرح الوضع بس نيويورك تايمز كانت قوية جدا بشرحها بس بقسين بيقولك ايه بيقولك خلي بيقولك العالم كله بيحتاج 100 مليون برميل سنويا من النفط فيه تقارير تقولك 97 فيه تقارير تقولك 98 مليون برميل بس في الاخر انت قدام قرب 100 مليون برميل سنويا العالم بيستهلكهم من نرط خلاص او من بترول يعني امريكا بتستهلك 20 مليون برميل انت بتتكلم الاتحاد اوروبي بيستهلك 15 مليون برميل الصين بتستهلك 14 الهند بتستهلك 13 وهكذا فانت قدام اوبر بلس اللي عمنا تخفض الانتاج في ظل حاجة ماسة للبترول خاصة شو بقى الكلام خاصة انت بتتكلم ان روسيا لما تقطع الغاز اعتماد اوروبا بيزيد عن النفط يعني ما انا مش هستهل الجاز طيب انا هشتري نفط اكتر عشان اعوض موضوع الجاز اللي اتقطع ده فالقرار اللي طالع ده قرار صادم لاوروبا لامريكا دور كتير قوي فالراجل التعنيه اوك تامس بيشرح لك بقى بيقولك اولا خد بالك من حاجة مهمة جدا مين اللي صرح وخلي بالك انا مش ماشي نصيا انا ماشي معه اللي فهمه قالك مين اللي صرح بالقرار ده قبل بيطلع السعودية يعني مش روسيا مش اي حد معنى كده ان السعودية بتصرح بحاجة قابليها بفترة وبتنفذها السعودية لها الياد الطولة في اوبا بلاس اذا ده حاجة تاني حاجة السعودية بتوقيد قرارها مش شايفة اوروبا يعني مش شايفة الحاجة الاوروبية للنفط او ان اوروبا عاوزة نفط بشكل كبير وحتبتدي تزود الاعتماد عليها مش شايفة الكلام ده كله سعيد شايفة حاجة واحدة بس مصلحتها السعودية شايفة مصلحتها تاني حاجة السعودية وخليفلك احابن بقاش نتكلم علي اوباك بلاس احابا بيطلعنا نتكلم السعودية ما بقاش تسمى اوباك بلاس بيطلعنا نتكلم ان السعودية هي الي متحكمة تاني حاجة السعودية سحبت الزيادة اللي أقرتها في سبتمبر بعد زيارة جو بايدن لها ودي حاجة مهمة جدا يعني خلي بالك السعودية أقرت الزيادة ده دي بعد ما رئيس أمريكا تحرك من مكانه وجه السعودية في الزيارة مخصوص عشان يرفع إنتاج النفط فالسعودية زودت إنتاج النفط في أوبيك 100 ألف برميل سحبتها تاني معناها إن السعودية مش بصة للتوسلات الأمريكية مش بصة للسياسة الأمريكية ولا فرقة معها السياسة الأمريكية ولا فرقة معها الاهتمام الأمريكي هي فرقة معها حاجة واحدة بس سعر النفط شفت دي يعني السعودية بتيجي داخل القرار قبل كده يعني كنا بتقولك والله الأمريكان عاوزين إيه طب نشوف إحتياجاتهم إيه طب بلاش نخسر حليف الأمريكان لا يزعلوا ولا حاجة فيش الكلام ده كله دلوقتي السعودين شايفين حاجة واحدة بس برميل النفط ماينفعش ينزل تحت 100 دولر خلاص ده السعودية وأوبك بلس بدليل إن وزير الطاقة السعودي لما صرح جالوا دعم من أكتر من دولة تانية فأوبك بلس قال لك والله ده كلام محترم وإحنا عاوزين نقلل الإنتاج فواضح كده إن أوبك بلس والسعودية ابتدوا يتعودوا على إن سعر برميل النفط يبقى 100 دولار ومش عاوزين ينزلوا عن كده هو ده يفضل كده 100 دولار خلاص فالتعود ده ده حكس الرغبة الأمريكية ده حاجة تاني حاجة أنت مش باصس على شعبية رئيس ولا أي حاجة خلال تانية حاجة وبص عليها بقى مهمة جدا بيقولك العلاقات السعودية الروسية القوة فيها سمحت بالتجلب على الكلام ده كله اعتراضات روسيا سوء تفاهم مش سوء تفاهم خلاص العلاقات السعودية الروسية قوية جدا جدا وأوبك بلس أصبحت أكثر قوة بس الرجل تا نيويورك تايمز بيقولك مش هنا بس المشكلة المشكلة في تصريح وزير الطاقة السعودية لما طلعا قالك ايه قالك احنا خفضنا الانتاج مئة ألف برميل يوميا وحن هنظل نراكب السوق لأن احنا ممكن نعمل اجتماعات مفاجئة يعني يخلي بالك اوبك بلس دي بيتجتمع كل شهر بيتجتمع كل شهر كده يحطوا الاسعار بتاعت النفط هيزودوا الانتاج هيقللوا الانتاج الكلام ده كله قالك لا مش كل شهر ولا حاجة احنا هنتابع السوق ونشوف محتاجين نقلل الانتاج تاني او نزود الانتاج تاني ولا لا ممكن نجتمع اجتماعها بمفاجئ مش لازم بقى استنى الاجتماع الجاي فالرجل تقني يوجد تقولك ده اخطر من التصريح نفسه التصريح ده ان احنا نجتمع اجتماع مفاجئ ده اخطر من القرار بتاع تقرير الانتاج النفط انت لازم توقف عند الحتة دي ده الناس دي ممكن تخفض الانتاج تاني اصلا ليه ليه بيركز على الحتة دي لان بالفعل لما اوبيك بلس خفضت الانتاج الاسعار تلعت كاملت قوي تلعت 96 دولار لبرميل وكانت خلاص هتكش عن مية بس النهاردة سحينا الصبح كلنا لان الاسعار كلها تهبدت ورجعت تاني 93 و92 دولار لبرميل ايه ده ايه اللي حصل ازاي اوبيك تخفض الانتاج وتاني يوم الاسعار تتهبت ايه ده ايكت طلع يا جدعينا احنا كنا شايفين الرقم الاب لأ في حاجة حصلت ضربة السوق وهي رئيس الفيدرالي الامريكي اسمه توماس باركن عمل لقاء مع ومقالة دي اللي قلب الدنيا شفت ديه هي دي اللي ضربة السوق كله تلعقال ايه خلي بالك احنا نتكلم ع الرئيس الفيدرالي تلعقال على فكرة لازم الفيدرالي يتكلم على فايدة حقيقية يعني ايه فايدة حقيقية يعني الراجل بيقول لي يعني الكاتبة بيقول لها يعني الفايدة اللي احنا شايفينها ديه مش حقيقية انا شايف وخلي بالك ده ده رئيس الفيدرالي انا شايف ان الفايدة في امريكا تبقى ثلاثة ونص في المية الفايدة كان في امريكا دلوقتي اثنين واربع في المية قال لها تبقى ثلاثة ونص ونظل كده لحد ده اخر السنة هو قال التصريح ده من هنا لفينانشل تايمز السوق يتهبط تعالف يعني ايه يبقى ثلاثة ونص ويعني ايه كلمة الفايدة حقيقية يعني ايه يعني يا شاحنا بنتكلم على التدخل الفيدرالي او اجتماع الفيدرالي او قرار الفيدرالي الكام ساعة الجايين دول هيزود الفايدة من نص او خمسين نقطة اساس لخمسة وسبعين نقطة اساس او ممكن واحد فهمية او ممكن واحد فهمية واحد وكمان مكسور حياخد زيادة الفايدة دي على مرحلتين مرحلة واحدة يضرب لك السوق كله ليه؟ الفيدرالي مش شايف الاسواق النشاقة ولا شايف اي حاجة هو شايف الاقتصاد الامريكي الرجل بيقول لها ايه فتبالك بس المقالة دي كواها تفاصيل مهمة جدا بيقول لها ما تهتميش قوي بفرص العمل او تقرير العمل اللي طلع مؤخرا دلوقتي الاقتصاد الامريكي بيطلع تقرير كل شهر كده يقول لك شهر اللي فات قد ايه فرص عمل وقد ايه امريكاني تعيين فجم في شهر اغسطس قال لك والله ده احنا وفرنا 315 الف وظيفة فقال لها ما تسأليش قوي في التقرير ده ليه؟ قال لها لان البطالة في امريكا زادت فصلة اتنين يعني بقت دلوقتي 3.7% او 3.7% او قرب الى 4% فقال لها البطالة زادت حتى لو وفرنا فرص عمل كتيرة بس البطالة بتزيد في امريكا فالمعدل ده اللي انا ببص عليه وانا شايف البطالة بتزيد حرف عفايدة والاقتصاد الامريكي يجب ان احنا نكافح التدخل مش شايف اي حد مش شايف اي حد كان يبقى لك الفدرالي الامريكي ده لما بيرفع الفايدة الدولارات او المستثمرين اللي بيستثمروا عندك في اقتصادك في مصر يعني بيستثمروا يحط فلوسهم في البنوك عشان الهوت كاش اللي هو يستثمر في الفايدة اللي عندك دي يصحبها يقولك ده امريكا تعتها في الميل ده اولا تاني حاجة ده هيؤدي لركود خليبها التصريحه ده يؤدي الركود داخل الاتصاد الامريكي ليه؟ الفايدة دي لما بترتفع الفايدة عالقروض او الاكراد بترتفع في امريكا فاللي عاوز يفتح شركة وهيخد لها كارد مخصوص عشان يفتحها يقولك يا عم الفايدة عالي او اتجلم مشروع ده شوية فادي فرص عمل حطت عالجنب اللي عاوز مثلا يفتح مصنع عاوز يخد له كارد عشان يفتح مصنع ده يقولك لا يا عم اتجلم موضوع ده شوية وهكذا يبقى فيه ركود الركود والجسد وحاجات فعشان كده الاسواق العالمية خافت ان امريكا دخل على ركود احنا هنعمل ايه؟ فاسعار النفط هبتت بحقيقة نيويورك تامز بتقولك ايه؟ بتقولك اوبك بلس مش خايفة فقط من اسعار النفط انها تنزل ولا تطلع هي خايفة من عدم اليقين يعني اوبك بلس من المنظمة دي خايفة من عدم اليقين ليه؟ قالك فيه سببين يؤدوا لعدم اليقين في اسواق النفط اول سبب كورونا في الصين وخلي بالك الصين دي من اكبر مستوردي النفط في العالم واكبر مستهلكين النفط فهذا حاجة تاني حاجة صفقة الاتفاق النووي مع ايران اوبك كايفة من حاجة زي كده في ايران لما تخش انت بتكلم على سوق او منتج نفط ضخم جدا ده ايران بتنفس السعودية في الانتاج روسيا ستبيع بترولها في الاسواق الدولية ولذلك لا يروقها كثيرا ان تعود ايران ويتكلل الاتفاق بنجاح لانها ستكون لاعبا اخر يوفر مزيدا من البترول في الاسواق اذا نجح الاتفاق فهذا يعني انه سيكون هناك مزيد من البترول في الاسواق وسنتخلى عن البترول الروسي وسيكون لدينا بترول ايراني صحيح السعودية بتنتج دلوقتي 10 مليون برميل او 11 مليون برميل ارب 11 مليون برميل لان اخر تقرير طلع ان السعودية حاليا بتنتج في اليوم 10 مليون و900 ألف برميل وايران يوم ما تخشها هتنتج ب3 ونص بس ايران لو طورت قدرتها الانتاجية بعد رفع العقوبات عليها ممكن توصل اربعة وخمسة وحيات زي كده تاني حاجة ايران هم بيسموها كده رايفل للسعودية والسعودية مش عاوزة ان امريكا تدي ايران اتفاق ناوي لان شايفة ان ايران بتمثل تهديد لها سواء ايران نفسها سواء الحواطين وهكذا يعني مش عاوزة خش في الاتفاق ناوي فالاتفاق ناوي ده بيأثر على سوق النفط والسعودية برضو عاوزة تدي اشارة لامريكان كل ما هتحاولوا تتقربوا من ايران انا هقلل الانتاج وكل ما قالتو تبقى قاربين من اتفاق ناوي انا هقلل الانتاج دي اشارة برضو بس عدم اليقين هما دول حاجتين كورونا واتفاق ناوي الاتفاق ناوي ده ممكن يهبط بالاسعار جامد جدا اوبيك مش مستعدة لحاجة زي كده فنيويورك تايمز بتأكد على الحتتين دول فاخد بيالك من خبر قوي جدا ان يهو فيانانس تقول لك اوبيك بلاس احتمال تجتمع وتقلل الانتاج تاني بعد دي خبر اهو وسايبه كده الاخر الحلقة عشان تبقى ايه اعرف الدنيا مش ازاي اوبيك بلاس على حسب يهو فيانانس هتجتمع تاني وتقلل الانتاج لان اسعار النفط نزلت لتنين وتسعين وهم عوزين هتبقى ميت دولار لبرمين مش عوزين اقل الانتاج يا رب اكون شاعة لحركة الموضوع بشكل وبص وفتكر كونسل ماد رعي محترم جدا انا احسابلك الراديو بتاعه اسف الفيديو لو حاببت تبص عليه وارب انصو المصر يا رب وارب انصو العرب وتحيا المصر سلام انا اامる احساب فقط а انا اضاف على living اهلا انا اهلا اهلا انا 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة